بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بحضرتكم جميعا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الجزء الثاني من الدرس التاسع عشر من دورة خط النسخ التاسعة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم احنا تكلمنا في الفقرة الأولى عملنا بعض الإحماءات والتدريبات حتى نسخن بيها إن شاء الله لاستعدادا لكتابة الحرف الجديد اللي هنتعلمه مع بعض أو الأكثر من الحرف بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا مرحبا بكم جميعا يا أستاذ فرح ويا أستاذ أمو بكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين أمام حضرتكم يا أخواني الكرام على الشاشة الرئيسية حرف الميم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم حرف الميم يا أخواني الكرام لو تابعنا بالقلم اللي معايا أول مكان ببدأ منه أول نقطة ببدأ منها يا أستاذ يا كرام هو هنا النقطة الحمرة دي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني الكرام ده مكان البداية محدش يعمل الميم من غير أو من قبل أو من بعد هذا المكان هنا نقطة الانطلاق شوف حضرتك وانت رايح من البيت رايح المسجد أو رايح العمل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بتروح فين بتطلع من البيت صح هو ده مكان بداية حرف الميم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير نعم بطلع يا أخواني الكرام بهذا الشكل بطلع مكوس عبارة عن كوس طيب علشان نبدأ يعني نشرحها مع بعض وبعدين ان شاء الله هنكتبها بس أنا خليني ألفة انتباهكم لأشياء كثيرة تكون قد تكون مش وغدين بالنا منها بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى زي عند النقطة الحمرة هنا مكان البداية صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ايه الأمر الآخر الأمر الثاني بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الميم مكوسة بهذا الشكل تمام طيب الشكل ده أعلى من سطر الأساس الله يرضى عليكم ويبارك ليه في حضراتكم بنص نقطة يعني هو عندنا هنا عامل النقطة أهيه نصها فوق والسطر والنصها الثاني تحت السطر يبدأ بيدلنا يا أخواني الكرام على أن حرف الميم مش بيجلس تماما على السطر لا بيكون في جزء منه فوق السطر هكذا كتب الأستاذ ما احنا لسه بنقول يا أستاذ أم بكرهو احنا لسه بنقول اللي عايز يكتب صح من قال حسن خطك أونلاين يتبع التعليمات لدرجة الاتكاه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هقول لك على حاجة ومع فارق التشبيه صلى الله عليه وسلم ولكن عايز أقول لك على حاجة في حديث من الأحاديث النبي رواه تبسم الصحابي لما جاء يحكي الحديث أو يتكلم على الحديث تبسم الله انت بتتبسم ليه النبي تبسم والنبي جلس في مكان معين فالصحابة لما كانوا مشيين رضوان الله عليهم وصلوا عند الشجرة أو عند المكان ده الصحابي جلس فأنا مع فارق التشبيه ربنا يغفر لي ويرفع من قدركم جميعا وقدري معكم اللهم أمين ويسكننا الفردوس الأعلى من الجنة أتمنى ذلك أتمنى اتباع التعليمات مش عشاني أنا لأ عشان دي اللي هتخلي خط الجميل الده الاتجاه الصحيح بتاع كتابة كل حرف له اتجاه صحيح هو ليه حطت ارتجالا يعني حطت ارتجالا الأسهم دي لا عشان هو ده هو ده الترتيب الطبيعي بتاع الانسيابية لكتابة الحرف صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أمين يا رب العالمين طيب الأمر الثاني عايز حضرتك تركز على حاجة الكتاب ما شرحاش بس هلازم أقولها لحضرتك ايه هي يا أستاذ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لو خط خط افقي ده اسمه افقي يا اخواني الخط ده هو ده الخط ده اسمه خط افقي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ده اسمه افقي اللي هو الصف زي الصف بتاع المسجد صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أهو راح فين الكتاب خلينا مع مع الكتاب هنا اهو. طيب. عليه الصلاة والسلام. علشان لما اقول خط افكي يا اسدزة وبالذات الناس الصغيرين والشباب الصغيرين يعرفوا ان الخط الافكي هو الخط اللي ماشي زي صف في المسجد. اللي زي الناس اللي لما بيصلوا في المسجد بيقفوا بالشكل ده. اسمه ده خط افكي. العمودي زي العمود بتاع الكهرباء اللي واقف ومع اللي فيه لمبة الكهرباء من اعلى. يبقى علشان بس نعرف المسميات الصحيحة للحروف او للحركات الصحيحة او للأسهم الصحيح. طيب. حضرتكم هنا لو جينا خدنا خط موازي لهذا الخط. يعني خطنا خط كده. مكان الميم شفنا الجزء ده اعلى من الجزء ده. خلينا عينينا نبص على البنفسجي. لو انا بصت على البنفسجي اهو. مش صح? يبقى نزلت حوالي نص نقطة. يعني ايه? يعني المكوز ده مش متزن. ما هواش متزن. لا. في جزء اعلى من جزء. وده بيقفل عليهم وبعدين ده اسمه خنجر. هنروح علشان نكتبه مع بعض. الخنجر النص بتاعه بينزل من على السطر اوروبا. وطول الخنجر ده. دول الخنجر ده حوالي نقطة ونص بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم امين. والان جاء دور العملي يا اخواني الكرام. هنروح ان شاء الله للكاميرا الخاصة بالعملي بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله باذن الله الكاميرا قدامنا على الشاشة. الكاميرا الخاصة بالعملي. صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صفحة جديدة يا استاذة ام بكر ويا استاذة ام عبد الله ويا استاذ محمد كويدر. ويا جميع الاخوة والاخوات. الحضور ان شاء الله باذن الله. حاضر الشيط للتدريبات بتاعتنا. حاضر. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل يا استاذ احمد. دي التدريبات اللي بدأناها من اول الحصة النهاردة. اتفضل. اللي حابب يأخذ من التدريبات اللي درسناها النهاردة يا اخواني الكرام. صليني على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. رقم اربعة النقطة المفردة ورقم خمسة النقطتين المتصلتين. صليني على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو. دي رقم خمسة. وانا عملتها من الشمال عشان تساهل انسيابية الكتابة. علشان اعملهم باتجاه واحد. كلهم امشي بهذا الاتجاه. صليني على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هنروح يا اخواني الكرام لشغل النهاردة. اقلبوا صفحة جديدة الله يرضى عليكم ويبارك ليه فيكم جميعا. هاتوا صفحة جديدة يا اهل حسن خطك اونلاين. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم امين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تدريبات النقطة تاني. حاضر. تفضل. تفضل. تدريب النقطة اهو. واضح لحضرتك كده يا اخي احمد. تمام. وده تدريب النقطتين حضرتك يا اخو استاذ احمد. تفضل. يلا علشان ناخد بقى حضرتك وحضرتك حرف الميم الله يرضى عليكم ويبارك ليه فيكم. وجزاكم الله بمثله يا سيدي. الله يبارك فيكم جميعا وينفع بيكم يا رب العالمين. الان حضرتكم انا هاجي من عند سطر الاساس اهو. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نجيب مكان فاضي كده. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي يا اسد يا كرام. من فوق السطر بشوية. باخد هذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. الدراع ده اطول. وده اكسر. ما عملتهاش منكسرة. لا. فيها انحناء وانسيابية بهذا الشكل. الجزء ده اهو. بيطلع يقفل على اللي فوق. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مرة. طيب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو يا اخواني الكرام. باجي من هنا. من فوق السطر. واطلع. انزل. المسافة اللي بينهم دي مش كبيرة. يعني يا دوبك احط نقطة في وسطهم بس. عرفنا? عشان محدش يعملها منفرجة. ولا حد يعملها حدة جدا وضيقة جدا. طيب. باجي من هنا. انزل. وبعدين بروح جاي قافل. عشان مش اصعب عليك حاول تعملها مستقيمة دلوقتي. اعملوها مستقيمة دلوقتي. بعدين مع التطور هتلاقيني بقولك اعملها مدورة شوي. بس انا عايز حضرتك حاليا مش لازم تعملها مدورة زي ما كتاب عملها كتير. بس اعملها مستقيمة دلوقتي. وقف بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. باقي ايه? باقي الخنجر. خلي بل حضرتك دي بتشاور تكريبا من الساعة اربعة للساعة عشرة. الميل ده. حلو? قافل. وماشي بعرض القلم كله يا استاذة ام عبكر ويا استاذة ام لانا ويا استاذة ايمان. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وناشف. يعني ده خفيف وبعدين تقيل وبعدين خفيف وده اللي تخين جدا. وبعدين الخنجر. هما ليسموها الخنجر لان هي خنجرية. ليسموها خنجرية لان هي تشبه الخنجر. طيب. ممكن عندي خيارين يا اسد زي يا كرام. يا اما الخنجر اعملوا من الاخر خالص. بهذا الشكل. ايه ده? على فكرة تدريب ضغط ايضا. يعني ايه تدريب ضغط? مش بوش اب. لا. تدريب ضغط ان انا خفيف. تقيل خفيف. كمان مرة. او شبه او وسط تقيل خفيف. هكذا. كمان مرة نشوف التدريب ده اهو. باجي من هنا حضراتكم. اهو. 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 فيها نسبة تكوس بسيطة جدا. لو انا بكتب بقى معرضها تظهر. لكن انا ممكن اوريها لحضرتك وحضرتك على الشاشة اللي واضحة والملونة امامنا. بعد ان تصلوا على النبي الشاشة قلبت اللي ما قلبتش قدامه الشاشة يقلب يمينا نويا سارا لغاية لما يشوفها. طيب اهو ده الخنجر. وسط تخين رفيع. ارفع حاجة النهاية دي. ودي بتنزل تحت السطر الاساس حوالي نص نقطة او ربع نقطة. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم. والخنجر حوالي نص نقطة ونص. لغاية نقطتين ما عندكش مشكلة. ما تزودش عن نقطتين. لكن نقطة ونص كويس. طب ايه تاني. في نسبة تكوز بسيطة. ايش عرفك يا استاذ ولا عرفت ازاي بالمصري زي ما بنقول. اهو. انا لو خدت من النقطة دي. وصلت للنقطة دي. انا خدت خط تمس من هنا الهنا مستقيمة. اهو. ظهر لنا في فراغ بسيط. بسيط. شفتوا انا رسمت خط مستقيم مية في المية. اللي انا رسمته. ومسيت مشيت متماس. ولامس. لامست نقطة بدايته. اهو. ولامست نقطة نهايته. واللي خايف في الرياضيات وما بيحبش الرياضيات. هتلاقي الخط مش مساعد معاه. او الحاجات دي بتمثله صعوبة. واللي بيحب الرياضيات وبيحب الهندسة. هتلاقي ما شاء الله عليه بيتكن في في الخط ويبدع. صالينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو يا اسات زي يا كرام. في نسبة تكوز بسيطة. وضحت قدامكم. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. طيب يا استاذ. يعني للدرجة. اه دي درجة ميل الخنجر. يعني من الساعة كام للساعة كام مثلا. يعني لو قلنا من الساعة واحدة للساعة للساعة سبعة ونص او لتمانية تكريبا. في هذا الاتجاه. عندنا هنا لو هنا تخيلنا الساعة قدامنا هللاقيها على واحدة واحدة ونص. واحدة ونص الى سبعة ونص. حلو? يبا انا جاي. بس يا اسات زينا عايزكم تكونوا ما شاء الله فنانين في الضغط. طيب هقول لكم على حاجة انتم مش واخدين بالكم منها. او في بعضكم مش واخد بالوا منها. لو جيتوا بصيتوا على الخنجر هنا. عندنا انواع بعض من الاخوة بيعملوا الخنجر قبل نهاية الميم مش بيجوا من هنا على طول. مش بيجوا من مش من النهاية. لا بيجي من قبلها شوية. وفي ناس بتيجي من النهاية. ده صح وده صح. ما فيش حد غلط فيهم. صالينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ان حضرتك تعمل ده وتعمل ده. صالينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنروح لكاميرا العملي مرة اخرى. علشان وقت الحصة. الله يبارك فيكم. اهو يا اخواني الكرام. يبقى هعمل حرف الميم. يبقى انا مسلا عمدي حرف الميم اهو. تمام? اهو. شفتوه? صالينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو. بسيط جدا. معك من نقطة ونص لغاية نقطتين. لان الميم المفردة اطول من المتصلة. على ما اذكر ان الميم الخنجرية المفردة اطول من الميم المتصلة. خليني اتأكد. علشان اخشى ان انا اكون يعني اقول لكم علومة غلط. لان احيانا احنا ممكن ننسى كلنا بشر. فلكن تعالا نشوف الميم الخنجرية والمتصلة. علشان الخنجرية المتصلة والخنجرية المفردة. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علي الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قدامنا الكتاب الله المستعين. راحت فين? اهي. بصوا هنا يا جماعة الخير. الله يرضى عليكم. تعالوا هنا نقول على حاجة. طب احنا ازا اختلفنا نرجع لمن فيهم. احنا عندنا الكتاب ودول اسادزة. انا لسه ما عملتش شير. طيب. تعالوا حضراتكم معي هنا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة وارد ان الاسادزة الكبر يختلفوا. ولكن في الاخر بيبقى كلاهما صح بس ده لوجهة نظر وده لوجهة نظر. وانت ما تشغلش بنفسك بالنقضي انت لسه مبتدئ. فمش تفتكر انت الذي قتيت العلم يا اخويا ويا اختي الكريم. عندنا ميم مفردة اهيه. بصوا دي طويلة هو هنا كرسم هاملنا كم نقطة الله يرضى عليكم. اللي واخد باله يكتب لي على الشاشة دلوقتي يقول لي كم نقطة. بصوا الميم المفردة اهيه. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عمل لها تلات نقاط ده. ده استاذ الاسادزة. استاذ فوزي سلم عفيفي استاذ الاسادزة. احنا بنشتغل من الكتاب التاني لانه ملون ومبسط وسهل وما فيهوش الكلام ده كله اللي انتو ممكن او حد منكم ممكن يعني يمل منه. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن يبقى اه الصح صح. وان اختلاف الاسادزة فاحنا بنحاول ناخد ما نستفيد منه. ما بنبصش على اختلافاتهم لان احنا لسه يعني الله يرضى عليكم ويبارك فيكم لسه مبتدئين في العلم. لما ان شاء الله بإذن الله نتعمك نبدأ بقى نهتم بهذه الامور. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب. علشان كده يا اخواني الكرام. هطلب من حضرتك. انا عملت شيرينج اهو. هطلب من حضرتك يا قال حسن خطك اونلاين. الله يرضى عليكم. ويبارك فيكم. علشان يعني الناس مش تشغل نفسها بالامور دي. انا بقولها بس من باب العلم. بالشيء وليس وليس من باب ان انت تجهل الشيء. يا استاذ اذا لقيت الاسادزة بيختلفهم فانت خد اللي يناسبك. طيب. بصوا هنا عندنا مين متصلة خنجرية. في الكتاب قبل ما اقفل الكتاب. المتصلة الخنجرية يا اسادزة بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طولها كم مقطة. قصيرة اه. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده للناس اللي ما شاء الله يعني هيحبين يتعمكوا في هذه الاشياء. ليه ذا? خلصت الدورة انت حيرتنا يا استاذ وقبرت الموضوع علينا. انا اسف جدا. بس هناك بعض الاخوة او الاخوات اللي بتحب ان هي يعني اه تتعمك تعرف اكثر. لذلك هقول لحضرتكم حاجة واحدة فقط. الميم المفردة هتعملها لي تقريبا تلات نقاط زي ما الاستاذ فوزي عملها. فوزي سالم عملها. طيب. والقصيرة الميم المتصلة لما يجي دورها هنعملها تنيه. اعمل دي دلوقتي تلات نقاط. اعملها يا سيدي نقطتين بس تاخد الشكل المكوز دو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما اتطولش عن تلات نقاط. لو نقطتين خيروا الكلام مقلة ودل. مفيش مشكلة. مش هحزبك على الطول دوان. لكن لما هحضرتك استاذ محمد كويدر بس. مثلا هنقارن استاذ محمد كويدر. الميم بتاعته المفردة تكون دلها خنجرها اطول من الميم الايه المتصلة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مرة. اهو حضرتكم. انا باجي من فوق سطر الاساس. بطلع. متكوس وانزل قريب من السطر. هرجع بعرض الكلام كله وبالتخن الكلام عكس النقطة اللي اتضربنا عليها النهاردة. اهو راجع. بقفل الشكل دوان اهو. حبيت تعمله مستقيم? اهلا وسهلا. والافضل والاسهل لي وليكم. في ناس هتعملوا من الاخر خالص كده? وفي ناس هتعملوا من قبل الاخر. بص يا جماعة الخير. بص المسافة دي كبرت عندي. تمام? صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وايه تاني? وديه متعمق عندي. وديه مكان البداية استاذة ام بكر ياللي كنا بنعمل رقم اتنين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هعملها تاني ولكن هغير مكان الخنجر. هخلي قدام شوية. وهتلاقوا شكلها بقى احلى شوية. لكن كليهما صح. تمام? صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ ام بكر. اخر مرة. اهو. اطلع فوق. وانزل مكوس. بعدين اقفل ناشف. هاجي من قبل الاخر بقى هن. شفتوا يا استاذ محمد? من قبل الاخر يا استاذ ايمان. واروح ساحب. اهو. وضحهم يا اخواني الكرام الشكلين. طيب ده بيشاور فين? ده بيشاور على الساعة خمسة ونص. النزل ده على الساعة خمسة ونص تقريبا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم على الساعة خمسة. على الساعة اربعة ونص بهذا الميل بهذا الشكل اهو. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. دي نقطتين الى ثلاث نقاط. ما عندكش مشكلة فيها. أستاذ فوزي سالم احنا شفناها دلوقتي ثلاث نقاط في كتابه أستاذ مخترعة لما فيض الرحمن عملها نقطة ونص خلاص اعملها نقطتين نعملها ثلاث نقاط لكن لما نعمل المتصلة تكون أكثر من المفردة أنا كنت أتمنى أن وقت الحصة يطول عن ذلك لكن هي ساعة الحمد لله يعني فأنا بشكر حضراتكم كلكم بشكر لكم حسن استماعكم سعيد جدا بصلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم وبحضركم الطيب والكريم وأذكر الجميع ادعوا الناس للخير الناس اللي في جربتكم اللي على وسائل التواصل ارسلوا ليهم رابط الحصص وارسلوا ليهم رابط الدروس يحضروا أولادهم محتاجين مغلبينهم عايزين حد يكون صدره راحب معاهم عايزين حد يفهمهم ارسلوا لهم لعلكم تأخذوا أجر مثل ما هم إن شاء الله أو مثل ما نأخذ جميعا بإذن الله هذا قدر ربنا ربنا أراضي أن يجمعنا على هذه الجلسة الطيبة المباركة يا أخواني الكرام طيب اللي اشتغل وكتب من ألحسن خطك أولاين يا أستاذ جودي ويا أستاذ أحمد وأستاذ شيرين وأستاذ إيمان وأستاذ محمد كويدر وعميد الجمعة إن شاء الله اللي دخل متأخر النهاردة هو عارف نفسه مش من غير مذكر اسمه ما عادش يتأخر تاني إن شاء الله بإذن الله عشان ما يحرمناش من صوته الجميل فضلوا يا ألحسن خطك أولاين نشوف إن شاء الله دفاتركم الجميلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أمين اللهم أمين تمام الآن نندول بس اللي اشتغلوا اللي قدامنا نأخذ منهم مسكرين شط إن شاء الله ونشكرهم في السنة الليلة ما شاء الله أستاذ بسمح فايصي من تونس خط رائع وجميل ما شاء الله البسملة ما شاء الله أم عبد الله أستاذ هدلة نعم يا مرحبا بكم جميعا إن شاء الله بسم الله واحد اثنين يلا يا أستاذ فرح يلا يا أستاذ أحمد عبدالغاني بسم الله واحد اثنين يلا يا أستاذ ها واحد اثنين ثلاث جزاكم الله خيرا اللي حابب يغلق كاميراته يتفضل اللي حابب إن شاء الله بإذن الله ينتظر حتى أصحح له يتفضل يخلي كاميراته مفتوحة والبقين إن شاء الله بمجرد ما نألقط واحد أو أخذ واحد بقين يغلقوا كاميراتهم بقوا تكونوا منتظرين نخلص له تصحيح إن شاء الله صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب هنروح لدفتر أستاذة شيرين محمد طيب أنا مبدئيا النهاردة ما نصححش للي صحح اللي حصة اللي فاتت علشان ما حدش يعني مش هنصحح لواحد حصة وربعة عشان المجموعة كلها تستفيد وتصحح فالنهاردة اللي صحح الحصة اللي فاتت ولا أنا كاتب أسماءهم في الحصة اللي فاتت يقفلوا الكاميرا تمام؟ طيب يعني فاتحين الكاميرا دلوقتي دول اللي ما صححوش الحصة اللي فاتت لأنا من هنا فصاعدا سأكتب أسماء الناس اللي بتصحح إن شاء الله ابعاتي الصورة حضرتك على التليجرام أو يا أستاذ إيمان سعد العرضي بتفتح الكاميرا كاميرا الزوم على دفترك بتقفل الكاميرا اللي قدام بتقفلها بلزقة بمنديل مبلول بحيث إن الكاميرا تفتح فقط على الكتاب يا أستاذ جودي نعم اسألي على طول يا أستاذ جودي سؤال حضرتك ولكن أنا هبدأ مع أستاذ شيرين واللي صحح الحصة اللي فاتت ما يصححش النهاردة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بس يشتغل ويتابع التصحيح والكلام لإخوانه والأخوات حلو الميم ولكن خلينا نقول على شيء معين عند أستاذ شيرين ممتاز التنسيق رائع أول حاجة التنسيق ممتاز لكن نقول إيه الكويس وإيه اللي عايز يتلاحظ يا أستاذ شيرين مش عايز حضرتك مبدئيا يا أستاذ شيرين تمام القلم على الدفتر يبقى أستاذ شيرين معناها متابعة معنا يا أخواننا لأن احنا منعين أي أخت تتكلم في المايك ولا تفتح الكاميرا على أي شيء غير دفترها دي سياسة الحصة يا أخواني الكرام والأخوات الكريمات أستاذتنا الأستاذة الفضيلة شيرين أنا عايز أول حضرتك أول حاجة مش تخلي رأس الميم محدب يعني منكسر أنا آسف مش تخليه منكسر تمام طيب هو في الغالب ما شاء الله مش منكسر طيب تاني حاجة عشان نبعد عن الأشياء اللي ممكن تخلي خطنا مش تمام تاني شيء ما تخليش الميم رفيعة زي مثلا الموزة أو زي أي حاجة رفيعة بطبطة زي مثلا مين اللي انت عايز تلاحظها تاني واحدة في السطر التالت احنا عندنا قدامنا 12 واحدة اللي هي حضرتك تامن واحدة تمام صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تامن واحدة دي السادسة طيب معلش انت بتعدي عمودي أنا آسف يبقى تاني واحدة في السطر التالت حاضر يا أستاذ أم بكر أقول تاني تاني واحدة في السطر الثالث أيوة نعم حضرتك خلينا نروح على رأسها يا أستاذ إيمان رشوفي حضرتك رأسها قريبة من بعض لا يا أخواننا طب ليه ليه قبل إيمان هي قبل إيمان مش عارفة إيه السبب اللي هي طلعت كده بس أنا هقول لها السبب ماشي عشان إحنا لو عرفنا السبب بطلة العجب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه هي رفعت من قبل إيمان اللي هيقول هنجيب له حلاوة إن شاء الله أو نكفقه بأي حاجة تانية هنكفقه بحاجة حلوة ليه اللي هيقول على الشاشة هنكفقه إن شاء الله كفقه بهدية تانية أحسن من الحلاوة طيب أقول أنا ما في ضغط لا أستاذ إيمان وهي طلعة بنهاية قاعدة الميم يلا شوري على نهاية قاعدة الميم يا قبل إيمان يا أستاذة شيرين أنا آسف اطلعي فوق اللي إحنا بنتكلم عليها عارفين طلعت فين؟ هي بدل ما تطلع على الساعة عشرة طلعت على الساعة عشر رحت رايحة لفوق كتير فقربت من البداية عرفتوا فاكرين نقطة البداية اللي إحنا رسمنا عندها نقطة وإنتوا رسمتوا عندها سهم صح؟ عشان كده هي لو رحت كمان بدل ما تطلع على الساعة عشرة وهي طلعة من عند ده أن الميم رحت على الساعة عشر هتطلع بشكل صحيح وهتغلق الميم بشكل صحيح طيب الأمر الثاني قبل ما الزوم يقفل التكوّس كتير التكوّس بتاع الخنجر الخنجر متكوّس كثيرا لا خفوا التكوّس عارف يا أستاذة شيرين إسحابي شفتي أنا بأسحابه إزاي إسحابي يعني انتشيها كده عارفين بالمصر يعني انتشيها انتشي للألم كده يعني هو يعمل الحركة دي معاك يعني حاولوا وإنتوا بتعملوا الخنجر تنتشوها عارفين تخني الآلم ورفعه هو اللي هيطلع الخط في تكوّس لكن ممتاز الشغل ممتاز بس بينزل جزء بسيط جدا جدا من الميم يعني نص الميم أو ربع الميم آسف الخنجر نص الخنجر أو ربع الخنجر مش كله تمام يعني أقل من اللي نازل دلوقتي ده كله يا أستاذة شيرين النقاط جميلة أول نقطتين على يمين فوق هيلين جدا هيلين هيلين ياخدوا نجمة على رأسهم ما شاء الله جمال جدا ولكن خفوا الاتصال اللي بينهم شوية خفوا الضغط أقصد ضغط اللي بينهم ده الألم يلمس الكراسة تمام ويبعد كمان شوية النقطتين يبعدوا شوية عن بعض زي مثلا آخر نقطتين خالص في الصفحة ولكن بس لو خفنت الاتصال اللي بينهم يخف لونه شوية ويخف الضغط شوية صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لحضرتك جزاك الله خيرا أنا يعني سعيد بالشغل والاهتمام عندي دفتر أستاذة شيرين محمد من مصر طيب هنروح لأستاذة أم بكر وبعدين أستاذة جودي وبعدين نختم إن شاء الله وإذا البرنامج فصل بنقرأ يعني الدعاء الختام المجلس وخلاص يا أخواني الكرام مش هندخل تاني إن شاء الله سريعا سريعا نروح لدفتر أستاذة أم بكر اللي هي أستاذة هادلة صح كده؟ نعم جميل جدا ورائع ما شاء الله يعني حلو حلو بين إن انتم مركزين يا أستاذة هادلة جميل مش توقفوا يا أستاذة هادلة حاضر يا أستاذة أنا آسف أنا رحت لحد تاني وأنت اللي كنت كتبة طيب حاضر حاضر إن شاء الله بس عشال وقت أنا هحاول أصحح لكم إن شاء الله بإذن الله يا أخت الكريمة أستاذة أستاذة أم بكر هناك بعض الخناجر نزل التحت وهناك بعض الخناجر رايحة في الاتجاه الصحيح طيب الميل الصحيح اللي رايح في الاتجاه الصحيح هو الخنجر مثلا لو قلنا الخنجر الأخير مثلا آخر وآخر خنجر خالص آه الخنجر ده جميل ولكن أنا عايز كمان تطلعوا وإنتوا طلعين من قاعدة المين مش إحنا عملنا الخطوة رقم واحد اللي هو رأس المثلث الخطوة رقم اتنين قاعدة المثلث مش تقربوا شوية زي ما احنا تكلمنا عند دفتر أستاذة شيرين لا خلوه يبعد شوية وخلوه ناشف والخنجر الأخير ده يكبر شوية لكنه النازل صح آخر خنجر عند سن الألم ده النزل بتاعه صح ويطول بس بس ممتاز جدا تمام؟ أحسنتم يا أستاذة أم بكر نعم جزاك الله خيرا واستمرهم ويكتبهم وبداية طيبة بداية رائعة جدا عند دفتر أستاذة أم بكر طيب مين الأخت اللي يلا يا أستاذة فرح وأستاذة جودي باقي ست دقائق ها أستاذة فرح وأستاذة جودي يلا يا أبلا جودي عشان أول مرة أيضا ما شاء الله أنت حضرتك أنا آسف إذا من الكبار اكتبي لي من الكبار على الكراسة إذا صغيرة في السن اكتبي لي عمرك كم عمر حضرتك لو أكلم من 18 سنة يسر الله لكم الخير اكتبي لي عمر حضرتك على الدفتر يا أستاذة فرح وبلد الإقامة الجنسية وبلد الإقامة اكتبيها بسرعة لشان قبل الحس 8 سنوات الله أكبر ما شاء الله الخط الجميل خط رائع جدا حضرتك سكنة في أي دولة ده أنت ما عندكش ولا خطأ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا رائعة يعني كتاباتك الجميلة يا أستاذة جودي وأنت اسمك رائع وجميل زيك منين اكتبي لي عالدفتر بلدكم إيه مصر ولا سوريا ولا أي دولة ده لازم ماما وبابا يكفؤك النهاردة أو أيهما أي حد فيهم من مصر ما شاء الله عليك رائعة جدا بداية كويسة وجميلة جدا معان استمري ولا خطأ عندك يا أستاذة جودي برافو عليك وده يعني أحنا يعني سعداء جدا بخطك الرائع شكرا لحضرتك شكرا ما فيش ولا خطأ وارسلونا الحصة الجاية هنطلع بقى أخطأ خلي بالك يا أم جودي تابعي معانا ومش تخليها تغيب أبدا أو بابا جودي اللي جالس معها دلوقتي هنروح لدفتر أستاذة فرح وآخر حد بنصحح له إن شاء الله في دفتر أستاذة فرح شكرا لجودي وقال جودي في الحصة معانا في دفتر أستاذة فرح عبد الرضا حسن من العراق طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كده الناس اللي أنا صححت لهم كلهم النهاردة ضمين حرف الميم مرفعينه علشان طالعين كتير على فوق وأنا ما فيش ولا ميم ضميته يعني أنا أنتم أخدتوا سكرينشوت ولا ميم طالع مضموم ليه حضرتكم انضمين يا أستاذة أم يا أستاذة فرح ويا أستاذة كلكم لكن شغل جميل بداية طيبة وخط جميل ورائع وتنسيق جميل لكن هقول لحضرتك على حاجة وانت خرجة يا ريتسن الألم على الدفتر يا أستاذة فرح وحضرتك خرجة من الميم من الرسمة رقم واحد اطلعي في اتجاه الساعة تسعة ونص بلاش أقول عشر طالما أن الخروج للساعة عشر بيخلي يقرب شوي اللي هو السن التاني لا مش احنا خدنا رقم واحد وطلعنا الفوق وانزلنا اختري لي أي ميم ونمشي عليها بسن الألم بعد إذنك اعملي زوم على فكرة على شاشة التليفون عند حضرتك واختروا لنا أي ميم هاتوا أي ميم علشان نتكلم عن ده تمام يلا حضرتك بسن الألم على رأس الميم من البداية اللي بدأنا عليها لو حد في البيت يساعد الأستاذة فرح يا أل حس يا أل حس يا أل عبد الرضا لو حد يساعدها في التصوير طيب الله يصر لكم الخير ماشي يا أستاذة فرح حضرتك طلعت بالألم لفوق وروح تنزل قريب من السطر صح؟ تمام طيب تسمحي لي أروحا أه كويس جدا وأقفوا بقى هنا يا أل حسن خطك أولاين لأ 14 واحد اللي معنا دلوقتي أقفوا عندي شفتوا الأستاذة أم أستاذة فرح أهي وقفت لازم نوقف في الحتة دي شفتوا هي أهي بتشرح لكم زي الأستاذ ما كان بيشرح توقفوا وتطلعوا في اتجاه الساعة 9 ونص فلاش أقول عشرة لأ لأ شمال بقى شوية قبل فرح يعني هتطلقوا ناشف ونخرج ناشف ما نعملش أي انحناقات علشان بيظهر شكلها جميل تمام حضرتكم ده الأمر الثاني الخنجر السطر الأخير أحسن خنجر لكن أول وحدة اللي عند حضرتك ده اللي عند سن القلم ده خأمله جميل لكن الأولاني الملك كتير يا أستاذة يعني رايح على الساعة تمانية ونص تسعة تسعة يعني قبل ما يوصل عقرب الساعة رقم تسعة لكن الأولاني والتاني في السطر الأخير الميل كثير الخنجر آخر سطر الخنجر ده ميله كتير لا يروح شوية في اتجاه الأفقي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر حضركم المبارك والطيب يا أهل حسن خطك ربنا يبارك فيكم يلا نلحق نشوف دفتر أستاذة بسمحة فيصي من تونس يلا قبل الوقت ما يفصل هيفصل مش هندخل تاني إن شاء الله خلاص وجزاكم الله خيرا يا أستاذة فريحة كتبي أنت خطك ممتاز ورائع الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله رأس الميم رائعة آخر سطر خالص أول وحدة أو العمود الأولاني آخر وحدة شوفوا ممتازة الميم دي هاي لا الميم اللي احنا شايفينها دي جدا جدا رائعة لكن ملحظتي فقط على الخنجر الخنجر التاني أحسن بتاعي التانية رائع الخنجر ده ولكن ملحظة واحدة بس أكنه عقرب الساعة هرفعوا شوية أطلعوا أفقي هطلعوا أفقي شوية كمان لكنه صراحة يأخذ يعني نجمة كبيرة جدا جدا من 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 سن قلم حضرتك ممتازة جدا 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 الميم الخنجرية شفتوا أستاذة بسمة وقفت يسر الله لكم الخير وقفت أستاذة بسمة ورسمت الميم جميلة جدا ما طلعتش كتير لكن الخنجر محتاج يرتفع شوية أستاذة بسمة عمليلي سهم في اتجاه اللي هنرفعه من عنده النهاية الخنجرية